أفشا النهاردة ما كانتش موجود في الملعب ما كانتش موجود في التمرينات أو في التدريبات أفشا كان موجود في صالة الجيم مارس الكولر طلب إنه أفشا ياخد تدريباته البدنية في الجيم فقط ما يشاركش مع اللاعبين في أرض الملعب إيه الحكاية؟ الحكاية إن أفشا مبارح كان لقوا تصريحات تصريحات دي مارس الكولر زميله في الفريق اتدايقوا منها شويتين اتدايقوا منها بينقصين كده اتأمصوا منها يعني مش عايز حيثك برضو إن في مشكلة كبيرة بس كان في زعل النهاردة كان في أمصة النهاردة من أفشا فكل ارتطلب من الكابتن خالي بيبو إن أفشا يبقى متواجد في صالة الجيم وما يشاركش مع الفريق النهاردة في التدريبات في أرض الملعب لحين تهديئة الأوضاع ويشارك بشكل طبيعي بكرة إن شاء الله لكن النهاردة أفشا غاب عن تدريبات أرض الملعب واكتفى بتدريبات الجيم بناء على قرار من مارس الكولر بعد تصريحاته الأخيرة أعيز أول رأيي في كل زي عادة في حياتنا حتى الشخصية مش بس في الشغل في حياتنا الشخصية أنت ما بتعاملش الناس بنفس الطريقة يعني إيه؟ يعني في واحد لو بصلك بصة ما عجبتكش تبقى عارف إنه هو قصدها فتقفل منه فالعلاقة بينكم تنتهي مجرد بصة وأحيانا بتتطول لكلام فتقفل منه في واحد تاني وانت بتتعامل معاه يقول لك كلام ده متقيل ويبص بصات غريبة ويلقح ويلمح ويعمل حيات دي كلها وما تزعلش منه ليه؟ انت بتبقى فاهم إنه ما بيبقاش قصد بيبقى الكلام كده طالع عفوي جدا فبتعدهاله بتعدهاله ليه؟ عشان عايف إنه هو مش قصد لكن فيه حتى بيبقى قصد كل تلميحة وكل كلمة وكل جملة تصوري أنا وتعليق أنا إنه قفشة من الأشخاص اللي هي بتاعت إنه بيقول أي كلام بشكل عفوي ما بيحسبش الكلمة ويطلع من لسانه في ناس كتيرة كده بس في نفس الوقت في نفس الوقت وده دايماً بقوله على كل اللاعبين مش بس قفشة مش كل الناس في الكون عندها مهارة الكلام وده مش لازل تبقى موجودة عندك بالمناسبة يعني لو مش عيب في قفشة وراجل عنده مهارة في رجله وده الأهم هو العيب كورة فأنا عندي مشكلة في الكلام وفي التصريحات وفي المناقشات وفي الحكايات يستحسن ما تكلمش يعني ما طلعش تصريحات ليه عشان فيه لعيبة كل ما بتتكلم كل ما بتقلم من رصيدها ومن شغلها وبيحصل لها مشاكل وفيه لعيبة تانية لما بتتكلم حتى لو مش نجب كبير بيعرف ينجم نفسه عنده المهارة دي فبصراحة وأنا عرف لعيبة كتير واعرف مداربين كتير في مصر لا بيرضوا يظهروا في الإعلام ولا بيرضوا يتكلموا ولا بيقولوا تصريحات عشان هم فاهمين وعارفين ان هم ما عندهمش المهارة دي ببساطة شديدة أنا شايف انه الأهل او الجهاز الفايل دي الأهل بمارس الكولر واللعبين ما يزعلوش او من أفشة زي ما قلت لكم راجل طيب راجل بيقول كل حاجة بعفوية بس في نفس الوقت هو كمان محتاج طبعا ياخد باله من الجمل اللي بتطلع منه ببساطة شديدة أنا متأكد انه هو بيحب زماله وبتعاون مع زماله وهم كمان بيحبوه جدا بس طبعا تصريحاته كان فيها فيها حاجات كانتش ينفع تتلقى أكيد هو أكيد لما هيلاجع نفسه هيقول انا ليه قلت الجملة دي يعني ليه قلت الكلمة دي ببساطة شديدة بي